يعود الإنسان الموفق نفسه أنه بعد صلاة العشاء إذا كان لا يستطيع قماخر ليل أنه بعد صلاة العشاء لا يقترب يذهب إلى بيته ويستفتح كتاب ربه ويصلي ما شاء الله ثم يوتر وينام يعود نفسه على هذا وسيرى كم من خير يصيب والله إنه لمن الشجى والحزن أن تجد الإنسان يخرج من صلاة العشاء إلى بيته بمجرد أن يصب إلى البيت ويأكل ويتعشى وينام فإذا جاءت نفسه تحدث بقيام الليل جاء بمئة عذر أنه متعد وأنه لا يستطيع وأنه وأنه لكن لو أنه في تلك الساعة جاءه ضيف أو صديق لجلس يتحدث معه إلى قرابة نصف الليل فيقول له الصديق أثقلت عليك يقول له لا والله أدخلت علي السرور والله يا أخي ما أريدك تذهب والله إنه حزن ويستخسر أن يقوم بين يدي الله عز وجل يرى من الخسارة أن يقرأ كتاب الله عز جفوة بيننا وبين القرآن والله لو أن الإيمان كمل في قلب العبد لرأى أن كتاب الله والسلوة بكلام الله أعظم من كل أحد كلام الله سبحانه وتعالى القرآن إذا أنست به بدد الله به همومك وغمومك وقضى به بينك وفرج به كربك وصار لك سلوة من كل حزن فتجده يجلس مع الناس ويسهر في المناسبات إلى منتصف الليل وهو مجهد تعبان لا يشتكي شيئا لكن لو جئت تطلب منه ركعتين لقيام الليل فعندها تقوم القيامة ولكن المحروم من الحر والله لتأتين على العبد يوم يبكي فيه بكاء الندم الذي لا ندم فوقه في يوم التغابل على فوات الثواني فضلا عن الدقائق فضلا عن الساعات يا هذا انتبه لنفسك هذه النعمة المترادفة ومسبغ عليك في الصحة والعافية والأمن والأمان كم من أناس يتمنون قيام الليل ومستطاعوه بسبب الأمراض وكم من أناس تمنون قيام الليلة مستطاعوه بسبب الشغل وكم وكم وعطاك الله الصحة والعافية والأمن والأمان أناس في الصحراء لا يجدون الماء إلا بمشقة وعناء يذهب الواحد منهم إلى مسافات بعيدة من أجل أن يؤمن الماء الذي يتوضى به لقيام الليل والماء يصب على رأسك في غرفته وفي شدة البرد يأتيك حارا وفي شدة الحر تجده باردا من المكيفات أين نحن من نعم الله السيدة ولذلك تجد الإنسان هذه التي ينامون عنها أفضل ينامون عن ماذا ينامون عن خير عظيم إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة عود نفسك من الليلة إذا صليت العشاء تريح السفر الكرام البررة وتخط في صحيفة الأعمال ما يقربك إلا بالقزة والجلال تعد صلاة العشاء تغلق هذا بيتك كفاك من أول النهار إلى صلاة العشاء وأنت ترتع في هذه الدنيا وتجلس المجالس وتطلق لسانك فهذه سوحات أو لحظات اجعلها لآخر هذا إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليلة عود نفسك على هذا فوالله إذا تجدن بركة وخيرة فيعطى الإنسان قيام أول الليلة فمن الناس من يبدأ بنصف ساعة يقرأ فيها وردة من قيام الليلة فيفتح الله عليه تمتد النصف ساعة إلى ساعة ومنهم من تمتد الساعة إلى ساعتين ثم بعد ذلك يرفع الله درجتها فيحدث نفسه يقول الناس الآن تقوم آخر الليل وأنا أقوم أول الليل لماذا لا أقوم آخر الليل فيوفقه الله عز وجل فسن يسره لليسر اعمل ولا تتشتهي وتتمنى لا تتمنى على الله الأمان اعمل فيوفقه الله سبحانه وتعالى فينام أول الليل ويقوم نصف الليل يقوم آخر الليل والله إنه يبلغ بالعبد إذا حفظ لله عز وجل حقه وحرص على قيام الليل أنه يأتي مجهدا منهكا قد تأتي مناسبات منفروض عليه فيسر إلى قرابة منتصف الليل ويأتي مجهدا منهكا ومن عادة أن يقوم الثلث الآخر فينام ساعا فيضع الله له فيها البركة فيقوم ثلث الليل الآخر وكأنه لم يتعب ولا أقولها وقد رأيتها في الوالد رحمه الله كان من أول استيقاضه رحمه الله إلى ما بعد صلاة العشاء فتأتي المناسبة التي تفرر عليهم يسهب بقريب أو بذي حق فيأتي قرابة منتصف الليل لأتي منهكين متعبين ثم يشاء الله عز وجل وينام لا يمكن أن يأتي الثلث الآخر لو هو قائم من الصباح وتتعجب ويصبح الصباح والله لا أذكر أنه اشتكى أنه تعبان أو به نعاس أو به خمول توفيق من الله وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعزيمة ولذلك سل الله العزيمة على بشد قل اللهم أني أسهلك العزيمة على بشد لا يكفي أن تكون خيرا تقول الله قيام الليل في هذا الفضل العظيم لا يكفي أن تقرأ آيات القرآن وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص السلب الصالح فتهز بها رأسك ويخشع بها قلبك ثم لا تتبعها بعمل هذا صميع العاجز صميع المحروم إياك أن تكون من المحرومين عزم الله وإياكم من ذلك عليك أن تشهد الهمة من اليوم تبدأ بأول الليل ولو بصحة من القرآن لو يكون ما يكون لو يأتي منك سر الباب لا تلتفت إليه هذا سوق الآخرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا